موسيقى أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة برنامج حوار دبلوماسي ضيفنا في هذه الحلقة سفير الأرجنتين في المملكة العربية السعودية السيد خايمي سركيو سرقا موسيقى أهلا وسهلا بك سعاد السفير العلاقات السعودية الأرجنتينية قديمة تعود إلى العام 1964 كيف تصفنا العلاقات اليوم؟ نحن الآن في العقد السابع من العلاقات الثنائية في البداية كانت لأهداف سياسية وديبلوماسية ولكن في السنوات الأخيرة بنينا وطورنا علاقات جيدة على المستوى التجاري ونتطلع لتنمية وتطوير هذه العلاقات كان هناك العديد من الزيارات بين زعماء البلدين ربما من أبرزها كارلوس منعم في 1992 وجلات الملكة عبدالله رحمه الله في العام 2000 طبعا هذه كانت زيارات هامة وكما تعلمون فأن الرئيس السابع كارلوس منعم هو من أصل سوري وهذا ساعد كثيرا على تعريفنا أكثر بالعالم العربي وهناك مليونين من الأرجنتين من الأصل العربي خلافا لذلك فمن الصحيح أيضا أن تلك الزيارات أعطت فرصة لكي نتحدث عن ما نقوم به معا وكما ذكرت فإن زيارة الخادم الحرم الشريفين الراحل ملك عبدالله في عام 2000 كانت في زيارة عمل في بلدنا الزيارة في العام الماضي لنائبة الرئيس جابريل لاميكيتا كانت نقلة في العلاقات بين السعودية والأرجنتين نعم العام الماضي في شهر نوفمبر وصلت إلى هنا نائبة الرئيس ضمن وفد من الممثلي الحكومة الأرجنتينية وبينهم أيضا أعضاء من مختلف القطاعات في النقل والتجارة والمستثمرين فكرة الرئيس الأرجنتيني الجديد هو إزالة كافة الحواجز والعوائق للتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية لأن البلدين المملكة والأرجنتين نحن معا أعضاء في مجموعة العشرين وفكرة الرئيس بإيفاد نائبة الرئيس هي لإظهار بإمكاننا أن نقوم بالكثير ليس فقط في التنسيق على العلاقات في مجموعة العشرين وإنما على المستوى الثنائي ما هي الملفات التي تنسق السعودية والأرجنتين في مجموعة العشرين حولها؟ ما نقوم به الآن هو محاولة أن يكون هناك قطاعات أكثر حيث يمكن لنا أن نطور من علاقاتنا نحاول أن نعرف مثلاً مجال الطاقة المتجددة بعض التعاون في مجال التعليم ومن ثم أن نتخطى هذه العوائق ونبني أفق جديدة أبعد من مجرد استيراد النفط من السعودية ما هو مستوى التبادل التجاري بين السعودية والأرجنتين اليوم؟ في التجارة هناك 1 مليار دولار سنوياً وعندما ننظر إلى المنتجات فالصادرات من الأرجنتين هي عموماً في الخضار في لحوم الطيور في المواد الغذائية وفي بعض المعدات الصحية في القطاع الصحي في المشافي وأيضاً بما يتعلق بالأسمدة في القطاع الزراعي فكرتنا هي في لجنة مشتركة ما بين البلدين تبحث آفاقاً أعمق وأبعد من هذا لذلك نعمل على موضوع الشحن وهو أمر حان جداً ليس فقط بالنسبة للأرجنتين ولكن لكل منطقة أمريكا الجنوبية أن يكون هناك حركة نقل مباشرة وأيضاً نقل جوي هذا لا يتوفر حالياً كحركة نقل جوي مباشرة ونعمل عليه البرلمان الأرجنتيني أعلن أنه شكل لجنة صداقة مع مجلس الشورى السعودي كيف هذه العلاقة بين الغرفتين البرلمانية ممكن أن تسهم في تطوير علاقة البلدين العلاقات الجيدة هي مهمة تمثلت بها زيارة أعضاء مجلس الشورى في عام 2015 لم تكن فقط لزيارة زملاء من البرلمان الأرجنتيني ولكن كان هناك أيضاً وزراء في الحكومة كانت زيارة من ثلاثة أيام ثرية غنية تحمل كثير من الأفكار وكانت الأجندة تحمل كل ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري على مستوى العلاقات الشخصية فؤاد الناصر كان سفير للسعودية في الأرجنتين أكثر من 23 عام وكان صديق لك أقول أن إسهامات السفير السابق السعودي في الأرجنتينة فؤاد الناصر كانت إسهامات هامة لأن قبل تعينه في ذلك المكان كان هناك قليل من المعرفة بالسعودية لكن عمله وإخلاصه أسهم بأن ينشر هذه الثقافة وهذه المعرفة عرفة بالسعودية بشكل قوي بثقافتها بفرصها التي تحملها هل قامت في هذه الفترة أو مؤخراً بعض الفعاليات الثقافية السعودية في بيونس آيرس؟ إذا تحدثنا عن تطور ملموس ما بين البلدين فيجب أن أتحدث عن المراعي لأنها هي الشركة السعودية التي لها استثمارات مباشرة في الأرجنتين وهم يخططون أن يوسعوا من استثماراتهم هناك وهذا بالتعاون مع القطاع الخاص وهم لا يحتاجون أي نوع من المساعدة من الجهات الحكومية هم يقومون بذلك مع شركاء أرجنتينيون وهي علاقة هامة وإسهام جيد لتنمية العلاقات بين البلدين في استثمارات تجارية أخرى من استثمارين سعوديين غير المراعي في الأرجنتين؟ ليس بعد لأن سابق على سبيل المثال ينتجون بعض الحبيبات البلاستيكية من نوعية عالية من خلال شركة وطنية في الأرجنتين ولكن هذا ما زال في مرحلة الاستكشاف يمكن أن نقول أنها في المراحل الأولى ما نرغب أن نراه الآن مع شركائنا السعوديون هو حيث أن الرؤية الطموحة لعشرين ثلاثين تتحدث عن الاستثمار فنحن نتحاول مع شركائنا السعوديين لكي يكون هناك بعض الاستثمارات السعودية هناك خاصة في البناء التحتية وأيضا النظر في بعض القطاعات أو المناحي التي يمكن أن نحددها برؤية عشرين ثلاثين للاستثمارات الأرجنتينية هنا الأرجنتين كدولة صديقة للسعودية منذ سبعين عاما عندما تنظر إلى رؤية عشرين ثلاثين بكل التفاصيل التي فيها وعلى رأسها عدم اعتماد السعودية على النفط كيف تقيمون هذه الرؤية؟ بالنظر إلى المنطقة فإن هناك فرصة عظيمة في المستقبل ونعتقد أن اقتصادين يكملان بعضهم البعض ولكن نعتقد أيضا أن هذه المنطقة يمكن أن تقوم بأكثر بالإسهام في الاقتصاد العالمي هذه هي رؤيتنا نحن بعيدون من هنا جغرافيا طبعا ولكننا نعتبر أن هناك فرصة تحملها هذه المنطقة للعالم نحاول أن نقيم أفضل الطرق التي نتعاون بها معا اليوم الإرهاب لا يستثني أحدا نرى الإرهاب يضرب في عدة مناطق في العالم وداخلية السعودية أعلنت مؤخرا قيامها بعدة عمليات ناجحة في التصدي للإرهاب هل هناك تعاون أمني بين السعودية والأرجنتين في ملف الإرهاب؟ نتحدث مع بعض حول هذه القضية الهامة وهي هما كبير للكثير من الدول نعتقد أن بإمكاننا القيام بالكثير معا ولكن نعمل في مركز في الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الإرهاب والذي تعتبر السعودية من أكبر الممولين له ونحن أعضاء في هذا المجلس أيضا ولكن أيضا يمكننا القيام بأكثر من ذلك على المستوى الثنائي وكما قلت لك من قبل فإننا نشارك السعودية هذا الاهتمام ويجب أن نعمل معا رواصل قصير ساعة السفير ثم نعودوا إليك هناك تواصل بينكم وبين هيئة السياحة السعودية لمحاولة تطوير التعاون السياحي بين البلدين هل هناك تعاون دفاعي بين السعودية والأرجنتين؟ كيف تنظرون إلى قرار عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي ضد الإرهاب بقيادة السعودية؟ طبعا هذه كانت زيارات هامة وكما تعلمون فأن الرئيس السابق كارلس منعم هو من أصل سوري وهذا ساعد كثيرا على تعريفنا أكثر بالعالم العربي وهناك مليونين من الأرجنتين من الأصل العربي في التجارة هناك واحد مليار دولار سنويا وعندما ننظر إلى المنتجات فالصادرات من الأرجنتين هي عموما في الخضار في لحوم الطيور في مواد الغذائية وفي بعض المعدات الصحية في القطاع الصحي وفي المشافي وأيضا بما يتعلق بالأسمدة اقتصادين يكملان بعضهم البعض ولكن نعتقد أيضا أن هذه المنطقة يمكن أن تقوم بأكثر بالإسهام في الاقتصاد العالمي هذه هي رؤيتنا نحن بعيدون من هنا جغرافيا طبعا ولكننا نعتبر أن هناك فرصة تحملها هذه المنطقة للعالم نحاول أن نقيم أفضل الطرق التي نتعاون بها معنا أهلا وسهلا بك مجددا سعادة السفير هناك تواصل بينكم وبين هيئة السياحة السعودية لمحاولة تطوير التعاون السياحي بين البلدين بالفعل وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير السلطان بن سلمان في 2014 وزيارته الرسمية الأرجنتين كانت الخطوة الأولى لبناء تعاون في هذا المجال الآن نحن في مرحلة التفاوض للاتفاق حول مذكر التفاهم وأعتقد أن الهدف هو تبادل الخبرات بناء القدرات والتدريب للطرفين هل هناك جهود على مستوى التبادل الثقافي بين البلدين لتعريف الشعب الأرجنتيني والشعب السعودي بثقافة البلد الآخر؟ نعم وهذا جزء من عمل اللجنة المشتركة وأحد هذه البنود هو التبادل الثقافي كان هناك وفد واجتماع سنوي في الرياض في قصر المعارض حول التعليم العالي وكان هناك بعض أعضاء الهيئة التدريس من جامعاتنا هناك بعض الباحثين الذين يذهبون إلى بوينس آيرس إلى المراكز الإسلامية في بوينس آيرس ونحن نمشي خطوة للتعرف إلى بعضنا أكثر سعاد السفير في رؤية عشرين ثلاثين ما هي الملفات التي تعتقد الأرجنتين أن تستطيع أن تسهم فيها لما فيه منفعة البلدين؟ رؤية عشرين ثلاثين هي خبر سعيد لنا لأنها تمنحنا الفرصة لتعزيز التعاون ما بين البلدين في قطاعات جديدة مثلا فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية فإننا نعتقد بأن خبراتنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية يمكن أن يكون أحد الخيارات المطروحة وبشكل خاص في مجال تدريب العناصر البشرية في مستقبل السعودية نعتقد أيضا أن مجال المتجدد أو الصناعات المتجددة فإننا نتشارك مع المملكة وننظر أيضا إلى قطاعات أخرى بما يتعلق بالتعاديين أو البنى التحتية هل هناك استثمارات أرجنتينية في السعودية اليوم؟ ليس بعد ليست لدينا استثمارات هنا حاليا ولكن هناك بعض الوفود التي تستعد لزيارة المملكة لكي تتحدث بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال والشركاء السعوديين ونعتقد أن في 2017 قد نصل من خلال هذه الزيارات لتحديد ما هي الإمكانيات للاستثمار هل هناك تعاون دفاعي بين السعودية والأرجنتين؟ هناك الملحق العسكري في القاهرة وسيزور المملكة وبذلك فإننا سنستكشف الطرق والوسائل التي يمكن لنا بناء هذا التعاون سعدت السفير أنت سفير في أربع دول إحداها السعودية فلابد أن أسأل عن باقي الدول لعلي أبدأ أولا في البحرين اللي أنت سفير غير مقيم فيها كيف هي علاقة الأرجنتين مع البحرين؟ هي علاقات جيدة مع مملكة البحرين كنت من الشهر الأخير في زيارة إلى البحرين ونحن نحاول أن نرسل وفد رسميا من البحرين إلى الأرجنتين وهذا سيكون المرة الأولى التي يكون هناك فيها وفد رفيع المستوى من البحرين في الأرجنتين وهم أعضاء ADP سيكون هناك وأيضا ممثلية غرفة التجارة أيضا نأمل من خلال ذلك ومن هذه الزيارة أن تكون نبني من خلالها علاقة شراكة على المستوى العام والخاص كيف أيضا تنظر الأرجنتين إلى علاقتها مع سلطنة أمان؟ عمان بلد هام في هذه المنطقة ونعرف كيف يلتزم العمانيون بمبادئ السلام ويقومون بكل الجهود اللازمة ليضعوا حدا لكل النزاعات في المنطقة نعتقد أيضا أن هذه سياسة بناءة ودور هام وهو يكون حيوي وطلوب ومن وجهة النظر التجارية فإننا نمتاز بعلاقة تجارية المواد الغذائية مثلا نستوردها ونصدرها إلى عمان ونحن ننظر بتطوير هذا في مناطق أخرى كيف تنظرون إلى قرار عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي ضد الإرهاب بقيادة السعودية؟ هذا قرار صائب إيجابي وأقول أنه بناء أعتقد أن هذا القرار قرار هام للمساهمة في الحرب ضد الأعمال الوحشية والإرهابية وهي مشكلة عالمية كبيرة أعتقد أن هذه مساهمة كبيرة من عمان لدعم هذه الجهود لمكافحة الإرهاب خيمي سيركيو سفير أيضا غير مقيم في اليمن لمدة ست سنوات كيف تنظرون؟ هذه ست سنوات ربما بدأت مع الربيع العربي وسقوط نظام العبدالله صالح كيف تنظرون إلى الوضع اليمني اليوم؟ في البداية كنا مرتاحون للمبادرة الخليجية ووجدنا فيها عملية سلمية كحوار وطني يحمل نتائج مرضية على المستوى الوطني العملية كانت تسير بشكل جيد لإعداد لانتخابات عامة وكتابة دستور وفجأة وللأسف تم قطع هذه العملية من قبل الميليشيات بأعمالهم ونعتبر هذا عملية غير لا نعتبر أنها عملية فاشلة ولكننا نأمل أن يكون هناك حل سياسي يتم التوصل إليه لإيقاف العمليات العسكرية وتطبيق القرار 2216 لمجلس الأمن حيث يحمل خريطة طريق لحل سياسي في اليمن ولكن البعض سعاد السفير يعتقد أنه ليس هناك فرصة لحل سياسي في اليمن خصوصا بعد فشل مفاوضات الكويت واللازمة الموجودة في تصريحات الإنقلابيين والمخلوع صالح بأنه لم يعد هناك مرجعية لا المبادرة الخليجية ولا الحوار اليمني المشترك ولا الـ 2216 هذا يمكن أن يتغير لأن الحكومة الشرعية والقوات التي أصبحت أقرب إلى صنعة العاصمة وأعتقد أن هناك بعض التحسن على الأرض هذا سيشكل ضغطا على الميليشيات الغير مستعدة الآن للحوار ولكن أعتقد في اللحظة التي يتم بها تعزيز هذه المواقع على الأرض فإن هذا سيؤدي إلى انطلاق المفاوضات ربما في جنيف ولكن بالتأكيد فإنه لا يمكن أن يستمروا بالعمل العسكري يعني تعتقدون سعاد السفير أن التقدم العسكري للجيش الوطني بدعم من قوات التحالف سيسهم أكثر في إقناع الميليشيات بالحل السياسي أو بالقدوم للتفاوم نعم أعتقد هذا وأعتقد أن الوضع حاليا أفضل مقارنة مع كما كان منذ سنتين مثلا في مارش 2016 حيث الرئيس هادي وحكومته اضطروا لمغادرة البلاد وكما سبق فإن الوضع على الأرض مختلف وسيتطلب بعض من الوقت بالتأكيد هذا سيرغم الميليشيات على الجلوس وصالح على التفاوض فاصل سعاد السفير ثم نعود إلى حوارنا كيف نظرتم إلى مدى مساهمة اتفاق الطائف في الحل في لبنان القضية الفلسطينية هي من أكثر القضايا التي تدعمها دول أمريكا الجنوبية وتحديد الأرجنتين ما تزعم أن ستقوم به لدارة أمريكية القادمة من نقل العاصمة من تلعبيب إلى القدس قد ينهي فرصة أي حل سياسي العديب الأرجنتيني خسيروس بورغس سمى الخلاف بين الأرجنتين وبريطانيا كخلاف بين رجلين أصلاعين على مشت عمان بلد هان في هذه المنطقة ونعرف كيف يلتزم العمانيون بمبادئ السلام ويقومون بكل الجهود اللازمة ليضعوا حداً لكل النزاعات في المنطقة كنا نأمل أن يكون هناك حل سياسي يتم التوصل إليه لإيقاف العمليات العسكرية وتطبيق القرار 2216 لمجلس الأمن حيث يحمل خريطة طريق لحل سياسي في اليمن مقارنة مع كما كان منذ سنتين مثلاً في مارش 2016 حيث الرئيس هادي وحكومته اضطروا لمغادرة البلاد وكما سبق فإن الوضع على الأرض مختلف وسيتطلب بعض من الوقت بالتأكيد هذا سيرغم الميليشيات على الجلوس وصالح على التفاوض سعاد السفير خايمي سيركيو سيردا عملتم قنصل في لبنان من العام 90 إلى العام 96 مباشرة بعد إنجاز اتفاق الطائف كيف نظرتم إلى مدى مساهمة اتفاق الطائف في الحل في لبنان تم تعيني في لبنان في العام الذي تلى اتفاق الطائف ووجدت أن أغلب السياسيين كانوا غير سعداء بالحل ولكن بعد فترة ولحسن الحظ توقفت الحرب كلياً وبدأت إعادة الإعمار أعتقد أن مساهمة المملكة هي وضع كل القادة في الطائف حول طاولة مستديرة وتحفيزهم على تقديم تنازلات نعرف أن التنازلات هي أمر صعب كنوع من أنواع الحلول وهي من الحلول المؤلمة ولكن في حالة اللبنانية فإننا بفضل هذا الاتفاق فإننا في بلد يتمتع بوضع اقتصادي جيد ومؤسسات دولة فاعلة وأمل كبير اليوم لبنان تتجاوز ملف الشغور الرئاسي مشو العون أصبح رئيس الجمهورية سعد الحريري أصبح رئيس الوزراء كيف تنظرون إلى الوضع في لبنان اليوم؟ أولاً أحنق الشعب اللبناني لأن بعد شهور طويلة تمكنوا من حل هذه المشكلة ولديهم الآن إثنان من القادة الكبار الجنرال ميشيل عون هو السياسي أسهم بشكل كبير في خدمة البلد وسعد الحريري أيضاً كرئيس للحكومة نحن نتحدث طبعاً عن شخص يتمتع بخبرة واسعة في هذا الموقع وأنا على ثقة أنهم معاً سيستطيعون كرئيس ورئيس حكومة وأيضاً طبعاً الرئيس نبيه بري في رئاسته لمجلس النواب سيتمكنون معاً من إيجاد حلول جيدة لتطوير الوضع في لبنان اقتصادياً وبكل تأكيد في المنطقة التي تمتاز بظروف صعبة هناك أمل كبير في هذه الحكومة أنت التقيت في خامة الرئيس العماد ميشيل عون عندما كان رئيساً للوزراء نعم قابلته عندما كان رئيساً للحكومة في عام 1990 وما أذكره أن كان هناك أوقات صعبة تمر بالبلد ما أذكره هو أن القادة اللبنانيون كانوا مقسمين والآن هم في وضع مختلف وجدوا حلاً مشتركاً لهم جميعاً ولذلك أقول أننا ينبغي أن نهنئهم على نجاحهم بالتوصل إلى هذا الاتفاق بعد شهور سوريا التي تعيش كانتها منذ ست سنوات دولة مهمة للأرجنتين هناك العديد من السوريين في الأرجنتين ومنهم أيضاً رئيس سابق كيف تنظر الأرجنتين اليوم إلى الأزمة السورية؟ إنها مأساة بكل تأكيد منذ اللحظات الأولى كانت الأرجنتين على استعداد لتقديم المساعدات الإنسانية وكما قلت فإن هناك جالية كبيرة من الأصول السورية في بلدنا ولهذا فإننا نشعر بالحزن العميق لما يحصل في ذلك البلد نحن نأمل أن تحمل سنة 2017 لحظة الاتفاق لحل ما وكما ذكرت فإن رئيسنا والمجلس العموم اقترحوا فتح بلدنا لعلى الأقل لاستقبال ثلاثة آلاف أسرة أو عائلة سورية إذا كانت لديها الرغبة بالحجرة إلى بلدنا هذا جزء من مساهمتنا من وجهة النظر الإنسانية ولكن سنكون أكثر سعادة إذا تم التوصل إلى حل سياسي اليوم هل تتوقعون أن مؤتمر إستانا يسهم في حل سياسي في سوريا هل ادعت له روسيا ما نعتقد هو أن إيقاف الحرب وإيقاف الأعمال العسكرية سيكون بحد ذاته خطوة هامة أولى نعتقد أن الظروف الرئيسية ينبغي أن تبدأ بهذا الشكل ومن ثم يمكن للطرفين أن يقبلوا بإجراء بعض التنازلات المؤلمة رأينا هذا يحصل في نزاعات مسلحة أخرى حيث كانت هذه النتائج ينبغي أن تتوقف الحروب والأعمال العسكرية وثم تكون هناك فرصة للتوصل لحل سياسي يعني أنتم متفائلون بوقف اطلاق النار الذي يوافق عليه أغلب الأطراف على الأرض نعم هذه أخبار طيبة بكل تأكيد وهذا تمت الموافقة عليه وتعزيزه من قبل نجلس الأمن الدولي على اتجاه صحيح ولذلك نعتقد أن هذا شرط أساسي لكي يكون هناك فرصة لنوع من الحل القضية الفلسطينية هي من أكثر القضايا التي تدعمها الدول الأمريكا الجنوبية وتحديد الأرجنتين بكل تأكيد وأغلب الدول في الدول الأمريكا اللاتينية ندعم هذا الحل نعترفنا بهذه الدولة الفلسطينية الجديدة ونعتقد أن الحل النهائي سيكون هو حل الدولة لذلك نحن نأمل أن يكون المؤتمر في باريس بعد عدة أيام ربما يكون هو خطوة جديدة على هذا المنوال طبعا بالنسبة للدول في أمريكا اللاتينية كانت هناك قمة عقدت في 2015 في المملكة وكانت القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي طرحت على مائدة الحوار مع أصدقائنا من العالم العربي وكان هناك اتفاقا تاما حول المبادرة العربية مبادرة السلام العربية كأحد الحلول الرئيسية لهذا النزاع كيف تنظرون إلى قرار مجلس الأمن الأخير الداعي إلى وقف الاستيطان وهل سيستم هذا أن يؤدي لقاء فرنسا إلى حل سياسي كان قرارا شجاعا من الرئيس أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض لدعم هذا القرار كما تعرف لأن هناك دائما فيتو أمريكي وكان يشكر عائقا أمام هذا القرار البعض يقول أنه عمل متأخر وقليل ولا أعتقد بذلك أعتقد أن هذا قرارا هاما المستوطنات هي من العوائق الكبيرة أمام السلام لذلك ربما لهذا القرار أن يكون بداية طيبة هل تعتقد أن ما تزعم أن ستقوم به الإدارة الأمريكية القادمة من نقل العاصمة من تل أبيب إلى القدس قد ينهي فرصة أي حل سياسي؟ ما أذكره في الماضي أن مشاريع مشابهة لنقل العاصمة قد فشلت أعتقد أن ربما كانت هذه قضية صعبة في حملة سياسية ينبغي أن ننتظر قليلا لكي نرى كيف ستتصرف الإدارة الأمريكية الجديدة وأنا على ثقة أنها طبعا الحملة الانتخابية كانت صعبة ولكن هناك الآن صفحة جديدة بدأت في الحياة السياسية في ذلك البلد لذلك نأمل أن يكون هناك اتفاقا ما لأنه ينبغي أن توقف في لحظة ما ينبغي أن يتوقف معاناة الشعب الفلسطيني في قمة الدول العربية الأمريكية الجنوبية التي عقدت آخر دوراتها في 2015 كما ذكرت سعاد السفير كان هناك الملف الفلسطيني حاضر من الملفات السياسية التي يريد دعمها العرب ولكن كان هناك أيضا قضية الجزر الأرجنتينية التي هناك خلاف عليها بين بريطانيا والأرجنتين والتي تسمى بالإنجليزية فولكلاند والأسبانية مالفينس أين وصل هذا الخلاف؟ هذه قضية معلقة ما بين البلدين الأرجنتين والمملكة المتحدة طبعا معروف أنه بدستورنا الوطني وبشكل إلزامي ينبغي أن نحرر هذا الجزء من أراضينا من الاحتلال الأجنبي عندما تولى رئيسنا الجديد مهمه في 2015 وبعد بضعة أسابيع التقى برئيس الحكومة البريطانية السابق ديفيد كامرون وفي مجلس العموم الأمم المتحدة التقى برئيسة الحكومة البريطانية تيريزا مي موقفنا طبعا هو محاولة أن نستعادة هذه الأراضي وأن نحررها من أي احتلال أجنبي ولكننا نفهم أيضا أنه هناك كثير مما يمكننا القيام به مع المملكة المتحدة ونحن على ثقة أننا إذا عزلنا هذه القضية المعلقة لوقت ما فربما تكون هناك فرص أكثر لحلول سلمية بين البلدين الأديب الأرجنتيني خسيري الويس بورغس سمى الخلاف بين الأرجنتين وبريطانيا كخلاف بين رجلين أصلعين على مشط لماذا هذه التسمية؟ خرخ الويس بورغس كان عبقريا وكان قادرا ليس فقط على كتابة روايات جميلة ومؤثرة ولكنه كان محفزا أيضا ومستفزا بشكل ما ولذلك نحن نفهم كيف كان محبطا من هذه المأساة التي حصلت في عام 1982 وبذلك ترجمها بكلمات يعني وضع في هذه الكلمات ما كان يدور بذهن الأرجنتينيين الكثير ما أقوله هو أن كان هناك صوت عبقري منعزلا لم يرغب أحد في البداية ما كان يهدف إليه ولكننا هذا ما تعودناه من العباقرة طبعا الناس العاديين يمكن أن يفهموا هذا ويحاولوا أن يفهموا أفكاره هل تتوقعون أن تعود العلاقات الدبلوماسية بينكم وبين الأمملكة المتحدة؟ هناك علاقات دبلوماسية هناك سفارات هناك سفير سفراء ومنذ بضلات أشهر فإن نائب وزير الخارجية البريطاني كان في الأرجنتين وكما قلت لك فإن نعم هناك علاقة هناك شرط أو مادة في الدستور الأرجنتيني عاجلا أم آجلا ينبغي أن نستعيد هذه الأراضي ولكن كما قال الرئيس الأرجنتيني فإننا ينبغي أن نعمل أيضا على العلاقات الثنائية هناك الكثير مما يمكننا أن نعمل به معا هذه قضية معلقة ولكن هناك أيضا فرصا للعلاقات المستمرة وثنائية بين البلدين فاصل أخير ساعة السفير ثم نعود إليك داك كيف نظرت الأرجنتين إلى قرار الكونغرس بشأن قانون العدالة في مكافحة الإرهاب جاستر لا ترى من هناك مخاطرة من أنه يكون هناك أي قانون محلي أعلى درجة من القانون الدولي مصطورة الكرة الأرجنتينية مارادونا أم ميسي رئيسنا والمجلس العموم اقترحوا فتح بلدنا لعلى الأقل لاستقبال ثلاثة آلاف أسرة أو عائلة سورية إذا كانت لديها الرغبة بالحجرة إلى بلدنا بكل تأكيد وأغلب الدول في الدول الأمريكا اللاتينية ندعم هذا الحل نعترفنا بهذه الدولة الفلسطينية الجديدة ونعتقد أن الحل النهائي سيكون هو حل الدولتين موقفنا طبعا هو محاولة أن نستعادة هذه الأراضي وأن نحررها من أي احتلال أجنبي ولكننا نفهم أيضا أنه هناك كثير مما يمكننا القيام به مع المملكة المتحدة ونحن على ثقة أننا إذا عزلنا هذه القضية المعلقة لوقت ما فربما تكون هناك فرص أكثر لحلول سلمية بين البلدين سعاد سفير خيمي سيركيو سيردا مرحبا بك في الجزء الرابع والأخير من حوار دبلوماسي كيف نظرت الأرجنتين إلى قرار الكونغرس بشأن قانون العدالة في مكافحة الإرهاب جاستا؟ ليس لدينا حتى الآن موقفا وطنيا حيال هذا الأمر ولكننا على اطلاع حول مخاوف المملكة حول هذا القانون نحن نتابع العمل الذي يحصل في الكونغرس الأمريكي لأنه حسب علمنا فإن بعض أعضاء مجلس الشيوخ لم يكونوا على اطلاع كافٍ بتبعات هذا القانون أو بما يمكن أن ينشأ منه من مصاعب ليس فقط للسعودية ولكن لأنفسهم لذا ما أقول نعم في العلاقات الدولية فإننا الآن نتكلم عن بعض المبادئ الرئيسية حول حصانة وسيادة الدول وهي من القيم الهمة ولهذا فإننا نتابع الأخبار ونأمل من الكونغرس الأمريكي أن يعدل هذا القانون هذا القانون ينتهك سيادة الدول ألا ترى أن هناك مخاطرة من أنه يكون هناك أي قانون محلي أعلى درجة من القانون الدولي بالطبع هذا قانون يجتمل على الكثير من المشاكل لأنك إذا فتحت المجال للمواطنين وأتحت لهم إمكانية مقاضات مثلا دولا أخرى في محاكمهم فهذا أمر غير مسبوق لذا أوافق على أن المشاكل ستكون ليس فقط للمملكة ولكن أيضا للولايات المتحدة نفسها لأنها بالتالي ستعرض أمنها للخطر وأنا على ثقة أن بعد إعلان بعض الأعضاء في الكونغرس عن ندمهم على التصويت عليه وإعادة النظر فيه أمل أن يكون هناك إعادة نظر كان هناك مساعي لتوقيع عدة اتفاقيات بين مجموعة الدول المركسور ودول مجلس التعاون الخليجي أين وصلت هذه الاتفاقيات؟ هي مفاوضات طويلة وما أستطيع القول في الوقت الحالي أننا لم نتمكن بعد للتوصل إلى اتفاقات حول البيترو كيميكلز وحول قوانين الأصول الإرادة السياسية متوفرة للتغلب على هذه المصاعب ولإنجاز اتفاقية تجارة حرة ولكننا ما زلنا حول هذه المسائل لذلك نحن بحاجة إلى الوقت للتشاور يعني أعتقد أنه سيكون هناك اتفاقية تجارة حرة يستثنى منها البيترو كيميويات أيضا هناك قضية أخرى هي قواعد الأصول يعني حسب علمي هذا أمر يحتاج لمشاورات أعمق وعلى مدى أطول بالنسبة لصناعاتنا هذا ينطبق على صناعاتنا في دول ماركسور نحن نحاول حماية بعض منتجاتنا ولهذا فهي ليست متعلقة فقط في البيترو كيميكلز وإنما بكيف يمكن لنا حماية صناعاتنا وصادراتنا وأن نرى إن كان شركاؤنا في دول مجلس التعاون يمكن يقبلوا بهذا المستوى من الحماية القمة بين الدول العربية والأمريكية الجنوبية في دورتها الرابعة التي حدثت في العام 2015 يعني تشهد ارتفاع في مستوى العلاقات إذا قارناها منذ بداية هذه القمة كيف تنظرون إلى القمة الأخيرة التي حصلت في الرياض في 2015 وكيف تنظرون إلى مستوى العلاقات بين المجموعتين في البداية هذه القمة أقيمت في البرازيل من عشر سنوات الرئيس داسيل فالولا رأى أن هذا التعاون يمكن أن يكون أداة هامة لتطوير منطقتين ينبغي القول أن القمة التي عقدت في نوفمبر 2015 في الرياض كانت قمة ناجحة بكل المقاييس رئيس القمة كان الراحل الملك عبد الله حيث وافق على البيان الختامي وهو بيان الرياض طبعا نعلم أن هذا النوع من الاتفاقيات بحاجة لتطبيق لذا نحن على ثقة بأن ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بحاجة إلى جهود أكبر ولتضمين القطاع الخاص أقول أنه بموازات هذه القمة وفي غرفة التجارة في الرياض كان هناك اجتماعا كبيرا لمئات رجال الأعمال الذين قدموا من أمريكا الجنوبية لبحث الفرص التعاون ووجدنا أن القضية الأهم هي قضية النقل والشحن لتطوير العمل ما بين الطرفين لذلك نأمل في القمة القادمة أن نكون قد تمكننا من تحقيق نتائج أكثر طبعا تم تعزيز حجم التعاون التجاري إذا قارنا الأرقام في الماضي والآن طبعا نحن زدنا من هذه الأرقام ولكننا نعرف أنها ليست بالمستوى الطموح وينبغي القيام بما هو أكثر من ذلك لذلك فإننا نحضر لاجتماعات على المستوى التكنوكراط لإزالة هذه العقبات بالتعاون اليوم أحد أكبر العوائق بين المجموعة العربية والأمريكا الجنوبية في زيادة التبادل التجاري هو البعد الجغرافي وبالتالي رتفع تكلفة الشحن ما هي خطة الدول لتجاوز هذه المشكلة؟ الحوار في غرفة التجارة كان حول هذه النقطة كيف يمكننا التغلب على غياب النقل المباشر ولذلك تحدثنا حول الشحن وحول شركات وطنية لتتولى عملية النقل والشحن ولكن أيضا ينبغي العمل على النقل الجوي حيث هناك قليل جدا من الشركات التي تقوم بعملية النقل الجوي ما بين المنطقتين هناك عمل ينبغي القيام به وهذا بالشراكة مع القطاع الخاص قبل أن نختم معك سعادة السفير ست سنوات في المملكة العربية السعودية ما هي أبرز المناطق التي زرتها والأشياء التي لفتت نظرك؟ أماكن جميلة وأنا ممتن لحسن الضيافة السعودي ولوزير الخارجية لتنظيم زيارات لنا في السلك الدبلوماسي لزيارة جزيرة فرسان مدائن صالح في العلا الطائف جامعة كاوست في جدة وأيضا في المنطقة الشرقية في الربع الخالي في منشآت أرامكو أيضا والمدينة الصناعية في الجبال وينبع وأقول نعم المملكة ليست فقط الرياض كنا محظوظين بالتنقل في تلك المناطق في المملكة والاطلاع عن قرب على الفلكلور السعودي الموسيقى التقليدية والتراثية السعودية أسعدنا جدا هذه الفرصة لتعرف على المملكة عن قرب أنت مهتم بالشأن الرياضي وفي أحد اللقاءات التي قامت بها أحد القنوات ربما أشرت إلى ميونيك الرياضية من الأندية السعودية هل هذه المعلومة صحيحة؟ نعم نحن نشارك الأجنتينيون والسعوديون نهتم ولنا شغف بكرة القدم وهذا صحيح أيضا كنا محظوظون أن يأتي منتخبنا الوطني مع ميسي في 2012 وأقول أيضا أن مغضم الشباب كانوا يرتدون لباسنا الوطني لكرة القدم وكانت هذه لفتة جميلة جدا وأيضا أقول أن السعوديون قد تطوروا كثيرا في لعبة كرة القدم تلعبون كرة القدم باحترافية وبشكل جميل وما تحتاجون هو تحقيق نتائج أفضل من الجميل أن يكون اللعب جميل ولكن السعوديون الآن بحاجة إلى نتائج أكبر وأهم وهذا سيشجع الآخرين أيضا على الاستمرار في التمرين ولكنكم تقومون بعمل جيد جدا هل تتابع الدوري المحلي السعودي؟ في الدوري أتابع الهلال لأن المدرب أرجنتيني رامون دياز وهو مدرب بارز في الأندية الأرجنتينية ولكن أيضا في المنتخبات الوطنية في أمريكا الجنوبية أنا الآن أحاول أن أرى إن كان الأسلوب الذي يعمل به المشهور به رامون دياز لديه أسلوب هجومي كبير في المنافسة وكان الرقم عشر في المنتخب الوطني وهو رجل يرغب بحق أن يحقق أفضل النتائج لذلك أتمنى الأفضل لنادي الهلال وطبعا هي من دواعي سروري أن أتابع الدوري السعودي ليس فقط المنتخب الوطني وأيضا الدوري السعودي السؤال الأخير أسطورة الكرة الأرجنتينية مارادونا أم ميسي هذا سؤال صعب أن أطلق حكما بهذا الشكل وأقول أن هذا صحيح بالنسبة لمارادونا حصلنا على كأس العالم في 1986 ولكن نقول أيضا أن كنا في المباراة النهائية في الكأس العالم الأخيرة في 2014 وهذا بفضل ميسي إذن لم نتمكن من الفوز على ألمانيا حينها ولكننا وصلنا إلى النهائية وبفضل ميسي لذا ينبغي أن نعطي الحق الآن لكأس العالم في روسيا ولنرى إن كان في تلك اللحظة من الذي سيكون الأفضل وسننتظر لنرى سعدت السفير خايمي سيركيو سيردا شكرا على هذا اللقاء وإذا كان لك من كلمة أخيرة شكرا لكم كان هذه فرصة طيبة أن استضافتي في هذا الحوار وأنا مهتم جدا بمتابعة نجاحات المملكة وتطويرها لاقتصادها وتعليمها وكيف تجد حلولا ناجحة للبطالة لأننا نتشارك معهم بهذه الأهداف في بلدنا لذا نفهم بعضنا البعض لأننا نحاول أن نتطور بنفس الطريقة شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم